الفرق بين الزواج الصوري والزواج العرفي الزواج الصوري يهدف غالبا إلى الحصول على الأوراق الرسمية ولا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الشرعي فلا يتقيدون بأركان ولا شروط وإنما يتخذ مطية لتحقيق بعض المصالح فحسب حكم هذا الزواج أنه محرم شرعا لعدم توجه الإرادة إليه ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده وأما الزواج العرفي فيطلق غالبا على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة وهذا الزواج إن استوفى أركان وشروط صحة عقد النكاح وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح لكن عدم تسجيله في المحكمة قد يترتب عليه مفاسد كثيرة إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكل الزوجين بتوثيقها وثبوت نسب الأولاد ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد وغير ذلك وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج وهذه التجاوزات تحصل كثيرا هذا ويجب التنبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس وهي أن يلتقي رجل بامرأة ويقول لها زوجيني نفسك فتقول زوجتك نفسي ويكتباني ورقة بذلك ويعاشرها معاشرة الأزواج بحجة أنهما متزوجان زواجا عرفيا فهذه الصورة ليست زواجا لا عرفيا ولا غيره بل هي زنا لأنها تمت دون وجود الولي والشاهدين وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وإذا أراد الزواج فليتزوج وفق الضوابط الشرعية المعتبرة في الزواج والله أعلم